نحن نبدأ النهاردة ونتكلم أو نعزي العالم نعزي أنفسنا والعالم كله في ضحايا الزلزال اللي يمكن انبارحنا وكريم تحدثنا عنه بشكل سريع لكن للأسف الشديد كل فترة وكل ساعة بتعدي بيبقى فيه ضحايا أكتر وبيبقى فيه إصابات أكتر للأسف الشديد الزلزال اللي احنا بنتكلم عنه أو بقالنا دلوقتي 24 ساعة بصدد ويعني هو ضرب تركيا وسوريا وبعض البلدان كمان المجورة وأصفر عنه يعني الأسف الشديد سقوط مئات الضحايا وتدمير منازل وشعر به زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني سكان دول محيطة بشكل كبير عندك الأردن يا كريم وعندك فلسطين وعندك في مصر كمان وعندك في لبنان وفي أبرس يعني الأسف الشديد كان ليه ردود أفعال وتابعات كبيرة جدا على كل المستويات وبالتأكيد كمان لو هنتكلم كان على صعيد كرة القدم العالمية أكيد يعني نتيجة طبعا للمأساة اللي نتجت عنه وأبدأ كمان خليه أقول لحضراتكم العديد من لعيب كرة القدم والأندية تعاطفهم مع الضحايا ومش بس لعيب كرة القدم العالم كله يعني زي ما قلنا دي ظاهرة طبعا طبعية لكن في الأول في الآخر يا كريم للأسف الشديد عدد الضحايا كبيرة أنا وإنت كنا لسه بنقرأ قبل ما ندخل الهواء بدقائي كنا عايزين يشوف العدد الأخير في قصتنا الضحايا وصلوا تقريبا في تركيا وفي سوريا تقريبا أربعة تلاف وتلتميت متوفي لحد هذه اللحظة وربما أكتر كمان طبعا ده غير الألاف من المصابين طبعا عشرات الألاف كمان للأسف الشديد ومن بارح لغاية النهاردة وواضح أن الموضوع ده ممكن يبقى مستمر معنا شوية كمان كنال الـ 24 أو 48 ساعة القادمة لأن حتى الآن لم تتوقف عمليات محاولات إنقاذ العديد من الضحايا اللي موجودين أو بعبارة أدق المدفونين تحت الأنقاط طبعا صورة مأساوية شيء حزين جدا جدا ودي مقاسي بتضرب العالم كله وفي لحظة واحدة الحقيقة كل العالم بيتوحد على مش بس التعاطف التعاطف ومحاولة كمان الإنقاذ ومحاولة المساعدة بغض النظر بقى عن أي مشاكل بغض النظر عن أي حساسيات سياسية كانت أو غير سياسية بس في مقاسي بتضرب يعني كل المجالات الحقيقة فطبعا يعني قمة الحزن نتيجة هذا الحدث الجلل خالص تعزين طبعا القضايا والمقاسي الإنسانية اللي من النوع ده بتضرب كل المجالات بما فيهم المجال الرياضي يعني طبعا نقول ربنا يرحم الموتى ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين في كل البلدان مأساة كبيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى إنبارح بالمناسبة كان فيه رسائل استغاثة كتير جدا لإنقاذ العديد من الناس اللي مدفونين زي ما أقول لكم تحت الأنقاط وكان من ضمنهم حارس مرمى فريق أمالاتيا سفور التركي للأسف الشديد مدرب الفريق أكد وفاة الحارس أحمد أيوب وإنه تم انتشال جثته من تحت الأنقاط طبعا ربنا يرحمه رحمة وساعة ويرحم جميع الضهاية مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مشكلة كريم كمان الزلازل تحديدا هي الموضوع كله ما بيخدش ثواني يعني ثواني بتلاقي إن المبنى اتهد العمارة اتهدت يعني خلاص ده بيكون قدر وكل حاجة بس للأسف الشديد هو من الظواهر الطبيعية الصعبة جدا اللي نتمنى أن هي ما تتقررش كتير لكن للأسف الشديد دي طبيعة الحال وهو ده الكون الأسف دي طبيعة الكون برضو بس فعلا الموضوع ما بيخدش ثواني أنا شفت بعض الفيديوهات يا كريم انت بش فاهم مبنى كان في تركيا على الحدود مبنى كان في تركيا وقع سجأة والله ما أخد دقيقة ما أخدش دقيقة فاق يعني حاجة ربنا يسطر وربنا يسلم وربنا يرحم الضحايا أكيد حاجة مأساوية دلوقتي مفيش بيت تقريبا في المناطق اللي احنا ذكرناها ممكن ما يكونش فقط أو عنده شخص مصاب يعني ربنا يتولههم على ذكر المباني اللي بتنهار في ثواني حتى مش بس في دقايق يعني فيه ناس كتير بتشوف ودي حقيقة إلى حد كبير ان توابع أو نتيجة زلزال قوي مدمد بالشكل ده اللي اتعرضت له سوريا وتركيا الزلزال الواحد من دول ويمكن في ثواني معدودة بينتج عنه انهيارات مباني يمكن بتاخد سنين في حروب ما بين دولتين أو أكتر يعني ممكن نشوف مثلا اللي بيحصل بأنه سنة وشوية مثلا في أوكرانيا مثلا يعني حتلاقوا كمية المباني اللي تهدمت يمكن اتهدمت أكتر منها وبكتير في ثواني معدودة نتيجة هذا الزلزال طبعا أنا بتكلم في الحالة دي على تركيا بصفة خاصة وأكيد برضو سوريا فرحمة الله على كل الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل إن شاء الله لكل المصابين جراء هذا الزلزال